أصدر وزير تنمية المحلية لواء هشام أمنى حركة محليات محدودة في عدد من المحافظات تضمنت تنقلات وتعينات لنحو 13 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء المدن والمراكز كما شدد وزير تنمية المحلية على أن الفترة الحالية تتطلب بدل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية في جميع المحافظات وتفاني في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية بقطاعاتها المعنية تقوم بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء الوحدات المحلية بمختلف المحافظات بتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين